دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التمسل إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أحب في التي في الله كل عام أنتم بخير وصحة وسلامة وسعادة وعافية أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل رمضان هذا العام شهر بركة وخير وفتح ونور عليكم وعلى كل المسلمين في كل مكان أحبتي في الله كيف نستثمر رمضان كيف نتعامل مع رمضان تعاملاً صحيحاً أول شيء في التعامل مع رمضان أن تحسن في استقباله أن تحسن استقبال هذا الضيف وأفضل شيء تستقبل به مواسم الطاعات أن تستغفر رب الأرض والسماوات لماذا؟ لماذا نستقبل مواسم الطاعات بالاستغفار والتوبة إلى الله تبارك وتعالى لسببين اثنين الأول أن الذنوب العبد تحرمه التوفيق إلى الطاعات الاكتهاد في الطاعات يحتاج إلى توفيق من الله تبارك وتعالى وإعانة وتسديد من الله سبحانه وتعالى والذنوب تحرم العبد التوفيق قال تعالى في سورة الطلاق ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى طيب بمفهوم المقابلة بالعكس ومن لم يتق الله يجعل له من أمره عسرى فقلة التقوى تتسبب في التعسير والذنوب والمعاصي من ضعف التقوى عند الإنسان فالإنسان إذا أذنب ولم يتب أقعدته ذنوبه وأضعفته عن القيام بالطاعات وعن الاجتهاد في مواسم الطاعات لذلك قال رجل الحسن البصري رحمه الله يا أبا سعيد أبيت معافى أنا بنام سريم وصحيح وتمام مية في المية ما فيش حاجة خالص وأحب قيام الليل وأعد طاهوري بفتح الطاع أي أعد الماء الذي أتوضأ به يعني خدت بكل الأسباب لا نتعبان وننايم ولا عند مرض ولا عند مشكلة بحب قيام الليل جدا وحريص عليه ولكن في الآخر ما بأمش فقال قيادتك ذنوبك ذنوبك هي التي منعتك كتير بيحصل معنا معايا ومعاكم نكون مقصرين شوية أو في ذنوب فنزبط المنبع على صلاة الفجر ثلاثة أربع مرات ما نسمعش المنبه ولا نقوم لصلاة الفجر ولا نسمع الأذان نيجي نبدأ في قراءة القرى نبدأ ثم نفطر بعد فترة ونتوقف ولا نكمل لماذا قيادتنا الذنوب قال سفيان الثوري رحمه الله أذنبت ذنبا فحرمت بسببه من قيام الليل لخمسة أشهر وقال بعض السلف وكم من أكلة يعني من حرام منعت من قراءة سورة فذنوب الإنسان تقيده وتقعده وتثبطه عن الاجتهاد في مواسم الطعات فأول شيء نستقبل به شهر رمضان ونستقبل به كل مواسم الطعات أن نتوب إلى رب الأرض والسماوات وأن نستغفر الله تبارك وتعالى عسى الله تبارك وتعالى بالتوبة والاستغفار أن يمن علينا بالتوفيق في أزمنة الطعات السبب الثاني القيام بالأعمال الصالحة يحتاج إلى قوة يحتاج إلى قوة نفسية وقوة بدنية وقوة زهنية وحضور الذهن والاستغفار من أعظم مصادر القوة قال تعالى على لسان هود في سورة هود يقول واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويه كمان ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين فاحنا يا أحبابي نستقر رمضان بالتوبة والاستغفار لسببين السبب الأول أن الذنوب والمعاصي تقيد الإنسان وتقعده عن الاجتهاد في أزمنة الطعات السبب الثاني أن الاجتهاد في الأعمال الصالحة يحتاج إلى قوة قوة نفسية وبدنية إلى آخره والاستغفار يجلب للعبد القوة فتجده نشيطا مجتهدا في أزمنة الطعات من أفضل من استقبل به رمضان الدعاء وانظر إلى دعاء إبراهيم عليه السلام وهو يدعو ربه أن يوفقه إلى الطاعة يقول رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء فأفضل شيء تستقبل به رمضان أن تدعو الله تبارك وتعالى أن يوفقك إلى الاجتهاد فيه في القيام والصيام وقراءة القرآن وسائل صنوف الطعات والذكر تسأل الله تبارك تعالى أن يوفقك إليه قال معلّ بن الفضل كانوا يدعون الله ستة أشهر يعني السلف الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يدعون الله ستة أشهر قبل رمضان انظروا إلى حرصهم اللهم بلغنا رمضان يدعون قبل رمضان بستة أشهر أن يبلغهم الله تبارك وتعالى رمضان وإذا انقضى رمضان كانوا يدعونه ستة أشهر أن يتقبله منهم سبحانه وتعالى فالسلف الصحابة كان اهتمامهم في رمضان مش في شهر رمضان بس كان في السنة كلها قبل رمضان بستة شهور يدعون الله تبارك وتعالى أن يبلغهم رمضان وأن يبقيهم أحياء إلى رمضان ليدركوا هذا الخير العظيم وبعد ما رمضان يعد يفضلوا يدعي ستة شهور أن يتقبله الله تبارك وتعالى منهم وكان يحيى بن أبي كثير يقول اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين من أفضل الأمور التي تعينك على استثمار رمضان وتعينك على حسن التعامل معه أن تدرك الغاية من الصيام هو ربنا فرض عليك الصيام لي عشان تقوع وتعتش وتتعذب بس كده يعني لا فرض الله تبارك وتعالى عليك الصيام من أجل حكمة عظيمة أوضحها الله تبارك وتعالى في سورة البقرة قال الله يا أيها الذين أمنوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أي فرض الله عليكم الصيام كما فرضاه على الذين من قبلكم وعلى الأمم من قبلكم لماذا؟ لعلكم تتقون أي لعلكم بالصيام تصلون إلى التقوى فالصيام يا أحب دورة تدريبية ومكثفة في كل سنة بيأخذها العبد عشان يستمر عليها بعد رمضان مش زي ما احنا فاهمين ومش زي ما احنا بنمارس بشكل خاط تلاقينا ما شاء الله مجتهدين في رمضان ونفسنا مفتوحة للصلاة والقيام وتلاقي لمساجد زحمة والناس يكثرون من قراءة القرآن وبعد رمضان تعود المساجد خاوية كما كانت ولا حول ولا قوة إلا بالله لو فيه موظف شركة وداته شركة شركة وداته مثلا مكان ياخد فيه كورس دورة تدريبية ولجع من الدورة التدريبية دي مع الملاحظة أخذ هذه الدورة التدريبية بدرجة امتياز نجع في الاختبار وخذها بدرجة امتياز ثم رجع إلى شركته وإلى مصنعه ولم يطبق مما تعلمه شيء هذا حال بعض الناس مع رمضان يدخل رمضان تلاقيه ما شاء الله لقوة إلا بالله مكتهد في الصلاة وفي الصيام وفي القيام وفي الذكر وفي صلة الأرحام وفي الإنفاق ويعويه خرج من رمضان واخد امتياز بعد رمضان كأنه لم يكن في رمضان لم ينتفع من رمضان بشيء فرمضان دورة تدريبية مكثفة للتدريب على أعمال المتقين من هم المتقون؟ انت المفروض تطلع من رمضان شكلك إيه؟ تطلع من رمضان هتعمل إيه؟ قال الله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرض والسماوات والأرض أعدت للمتقين من هم المتقون؟ اسمه الذين ينفقون في السراء في حال اليسر والسعة والضراء في حال المرض والفقر والضيق والكاظمين الغيظ يكظمون غيظهم ويتحكمون في أنفسهم حسبة لله تبارك وتعالى هل أنت ممن يكظم غيظة؟ هل أنت من المنفقين في السراء والضراء؟ لو رجعت البيت في رمضان ولقيت زوجتك بعد تعب طوال النهار اتأخرت شوية لسبب ما في إعداد الطعام طعام الإفطار بتتصرف معها إزاي؟ بتزعق؟ بتغبط الحاجة اللي في إيدك في وشاه؟ بتقول لها كلام ما ينفعش يتقال؟ إن كنت تفعل ذلك فأنت لم تفهم الغاية من صيام رمضان ولم تحقق الغاية من صيام رمضان ماشي بالسيارة حد غلط معك غلطة وقال لك سمحني بيت سامحه؟ ولا بتنزل من السيارات وقفه؟ وهاتك بقى يخناء ونشتم في بعضنا ونمسك في بعضنا وتبى مشاكل مشاكل كبيرة جداً زي ما بنشوف للازم الشديد فهؤلاء لم يفهموا الغاية من صيام رمضان هل أنت من الكاظمين الغيض؟ هل أنت من العافين عن الناس؟ هل تعلمت من الصيام أن تعفوا عن أخطاء الناس؟ وأن تغفر لهم وأن تسامحهم مهما فعلوا بالذات إن كانوا من إخوانك من المسلمين؟ والكاظمين الغيض والعافين عن الناس؟ والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون المتقون هم أولياء الله بنص القرآن؟ ألا إن أولياء الله لخوف عليهم ولهم يحزنون الذين أمنوا وكانوا يتقون يذنبون يقعون في الفواحش في كبائر الذنوب ويظلمون أنفسهم بالصغائر ولكن يسارعون في التوبة يبكون بين هذا ربهم يتضرعون إليه يسألونه وعفوه ومغفرته وصفحه عن ذنوبهم وعن آفامهم أنت كإنسان مهما بلغت من الأعمال الصالحة ومهما كانت درجة صلاحك ستذنب وستغطئ قال صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوبون ولكن في فرق بين اثنين من الناس اتقل لما بيخطئ إزاي بيخطئ هو ماشي مع ربنا كويس جدا مطيع لله ذاكر قائم منفق قارئ للقرآن ولكن سبحان الله الإنسان ضعيف ولا بد له من غفلة أو شهوة أو غضب أو حزن والشيطان يتربص بك عند هذه الأمور عند نقاط الضعف هذه فلما يكون ماشي في طريق مركز ومصحصح واخد بالي وفاجأة تيجي رجل في مطب ولا تيجي في طوبة وأعغز من عنه الإنسان معذور في هذه الحالة يقوم وينفض عنه الغبار ويستمر في السير ولكن في واحد باب بيخطط للخطأ مصر على الذنب يذنب الذنب تلو الذنب ولا يتوب ولا يستغفر ولا يرتدع ولا يعود إلى الله تبارك وتعالى ولا تنفعه المعصية هذا الإنسان هو الملام هذا الإنسان يحاسبه الله تبارك وتعالى ويعاقبه في الدنيا والآخرة أما الإنسان بفطرته وطبيعته إذا أخطأ وقام ونفض عن نفسه غبار المعصية وأكمل سيره إلى الله تبارك وتعالى رحمه الله وغفر له وعفعا قال الله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان إحصى لباه تذكروا فإذا هم بصرون يخطئ يراجع نفسه يعيد حساباته يتوب ويستغفر ويكمل مسيره في طاعة الله تبارك وتعالى فيا أحب لا بد أن ندرك الغاية من الصيام رمضان وإن لم نحقق هذه الغاية فلم ننتفع بصيامنا وكنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه النسائي في السنة الكبرى بسنة صحيحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صل عليه الأول صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش يعني ما بيكسفش من الصيام ألا الجوع والعطش ورب قائم يقوم ويركع ويصلي خلف إمام يقرأ بجزء في صلاة القيامة وفي صلاة التهجد وبأكثر من جزء ورب قائم حظه من صيان السهر الصيام ليس غاية في ذاتي الصيام يحقق غاية أكبر وهي التقوى كما قال الله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لماذا يا رب لعلكم تتقون وانظر إلى رمضان واعتبره بل وهو شهر القرآن رمضان ده شهر القرآن لابد أن ينصلح حالك مع كتاب الله القرآن أنزل في رمضان قال الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والذرقان لكن سؤال ما علاقة القرآن بالصيام ولماذا أنزل الله تبارك وتعالى القرآن في شهر رمضان بالذات ولماذا قارن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام دون غيره من سائر العبادات بالقرآن في حديثه الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد ليه الصيام والقرآن جم مع بعض في حديث النبي صلى الله عليه وسلم طب ليه ربنا نزل القرآن في شهر رمضان انتبه عشان سببين اتنين السبب الأول أن كل من الصيام والقرآن يتفقان في الغاية يعني أنزل الله تبارك وتعالى القرآن وفرض الصيام من أجل غاية واحدة وهي التقوى فقال تبارك وتعالى كما ذكرنا آنفا منذ قليل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لماذا لعلكم تتقون والقرآن أنزل من أجل التقوى قال تعالى في سورة طه وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لماذا لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى فرمضان والصيام يتفقان في الغاية وهي الوصول إلى التقوى السبب الثاني أن الصيام يؤهلك لفهم القرآن والانتفاع به كيف؟ أنا عشان ربنا ينفعني من القرآن وتنكشف لي أنوار القرآن وأفهم القرآن لابد أن أحقق شيئا من التقوى قال الله تبارك وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن الله تبارك وتعالى يهدي بهذا القرآن من أنوار القرآن وأسرار القرآن تنكشف لمن هدى لمن يا رب للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقهم ينفقون الآيات فرمضان شهر القرآن عشان كده يا أحبة باقترح عليك وردين ورد قراءة ورد تلاوة كل نفر مضم نقرأ القرآن تمام عظيم جدا اقرأ ما شاء الله لك أن تقرأ اقرأ جزء اقرأ اثنين اقرأ ثلاثة اقرأ أربعة تختمه كل تلات يام تختمه كل أسبوع أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياك لذلك ده ورد ورد قراءة قراءة بالنظر في المصاب والورد التاني اللي ما يفرقش ورد القراءة بل هو أهم من القراءة فقط ورد التدبر اجعل لنفسك في رمضان ورد تدبر ما هو التدبر؟ التأمل والتفكر بغرض الوصول إلى المعنى فأنا عندي دلوقتي مثلا على سبيل المثال بقرأ كل يوم جزء أو نص جزء أو صفحة قراءة بس خلاص ماشي طيب ورد التدبر ده أعمله إزاي كل واحد في اللي بيشوفوني دلوقتي كل واحدة بتشوفني دلوقتي بينها أو بينه وبين صورة من القرآن علاقة يعني واحد مثلا تلاقي بيحب يسمع صورة يوسف جدا ويرتاحه في سماعها بل ويحفظه بعضها يأتيها من كثرة سماعها والبعض الثاني يتلاقيه مثلا بيحب صورة مريم بيحب صورة طه بيحب صورة فاطر بيحب صورة البقرة بيحب صورة آلي عمران تمام كل واحد يجيب الصورة القريبة منه اللي بيسمعها كتير اللي واخد عليها اللي معانيها قريبة من قلبه ويضع لنفسه مهمة في هذا الشهر أنا مش أطلع من الشهر ده لما فهم الصورة دي كويس أقرأ مثلا سورة مريم اقرأ مطلع سورة مريم والله وتبارك وتعالى فيه يحكي فيه قصة زكريا سبحان الله إذ نادى رباه نداء خفية قال رب إني وهنا العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيها وكانت امرأتي عاقرا وفهب لي من لدنك ولي رجل سبحان الله طاعم في السن زوجته عاقر لا تنجي عقيم مش هتخلف بمنطق الطب عند البشر ورغم ذلك عنده يقين تام في قدرة الله على كل شيء فدع الله تبارك وتعالى أن يرزقه الولد من هذه المرأة العاقر فارزقاه الله تبارك وتعالى الولد سبحان الله لماذا لا تقرأ القرآن بنيات الفهم وإذا مررت على هذا الموضع وعلى هذه القصة في سورة مريم خذ لنفسك العبرة ما تستصعبش حاجة على ربنا ربنا ما عندوش مستحيل أحلامك كلها بيد الله تبارك وتعالى كلها بيد الله يحقق الله تبارك وتعالى لك ما تريد بأمر كن كن على يقين من قدرة الله في الشفاء وفي رفع الكرب وفي الرزق وفي الغنى وفي سداد الدين وفي تيسير الأمور المتعسرة كما كان يقين زكريا عليه السلام في قدرة الله تبارك وتعالى وهكذا واحد تاني بيحب سورة طه اقرأ مطلع سورة طه والله سبحان الله يبكي الحجر والشجر ويتصدع الجبل من هيبة هذه الصورة ومن هيبة مطلعها إذ يقول الله تبارك وتعالى فيها طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى طب أفهم من كده إيه؟ أن الله تبارك وتعالى لم ينزل القرآن لنتعب ولنشقى في هذه الحياة أو في الآخرة نزل القرآن لإسعاد البشرية والذين يظنون أن القرآن يسبب العنة والمشقة لأهله هم واهمون وهم خاطئون ويسيئون الظن بالله وبكتابه وآياته ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى هذا ربك الذي تعبده إفرح وافتخر وليمتلق قلبك بالخشية لهذا الرب العظيم الذي خلق السماوات والأرض والسماوات العلا الذي خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى لما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السرى وأخفى وهكذا إذن أنت عندك وردين في رمضان ورد قراءة قراءة نظريا في المصحف هيكون منها الغرض القراءة لمجرد القراءة وده كل الناس بيعملوه كويسين فيه الورد الثاني المهمة للي كثير من الناس لا ينتبهوا إليه وهو الأهم وهو الغاية من إنزال القرآن أساسا كما قال الله تبارك وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك لما؟ ليتدبروا آياته طيب لما يتدبروا يحصلوا مباه وليتذكر أولو الألباب يتدبروا يحصل التذكر ويحصل الانتفاع بآيات الله سبحانه وتعالى فنا عندي وردين ورد قراءة وورد تدبر هجي في ورد التذبر ده سورة أنا بينه وبينها علاقة بسمعها كتير برتحها كتير أحفظ الكثير من آياتها بسبب كثرة سماعي لها وخلي هدفي أننا كل يوم أخذ آيتين ثلاثة أربعة خمسة أد على أد ما أقدر أعود أمارس التذبر لحد يعني سبحان الله ما يفتح إلى أن يفتح الله تبارك وتعالى لي بعض أنوار هذه السورة طيب في نصيحة تانية برضو فيما يخص التذبر بعض الناس بيقول لك يا عم دا القرآن دا صعب القرآن دا للعلماء وللمشايخ وللحفاظ وفتوع القرآن بس أنا مالي عم وما الفهم القرآن الكلام أن أنت بدور دا مش كلامك والفكر اللي أنت بتفكره دا مش فكرك هذا فكر الشيطان لماذا ليصد الناس عن القرآن القرآن خبيث وعنده خبرة وعارف كويس جدا أنه نجاة البشرية كلها من لدن آدم إلى قيام الساعة في هذا الكتاب فهيكتهد بأي صورة حتى يصرفك عن فهم القرآن وعن تدبري ومحاولة فهم آياتي لألا ترى النور في حياتي الله تبارك وتعالى يقول ويقول هذا لمن يزعمون الصعوبة فهم القرآن الله يقول وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ الآية دي تكررت أربع مرات في سورة القمر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ أي سهلناه للفهم والحظ فهل من مدكر فهل من طالب للعلم فيعانى عليه محدش عايز يفهم ربنا يساعده محدش عايز يحفظ وربنا يساعده محدش عايز يتدبر ويستخرج من أنوار القرآن وَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُسَعِدُهُ وَيَفْتَحُ لَهُ وَأَيْنَ أَنْتَ مِنَ الدُّعَاءَ كَرْمِنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّهِ يعني إذا أشكلت عليه مسألة دع الله تبارك وتعالى في سجوده اللهم يا معلم داود علي ويا مفهم سليمان فهمني فيمن الله تبارك وتعالى عليه بالعلم والفهم طب هديك مثال تاني على سهلة فهم القرآن اللغات الأجنبية اللغات الأجنبية بالنسبة للناس كتير مننا صعبة جدا 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 يعني إنجليش، فرينش، سبانيش أي لغة صعبة جدا بالنسبة لعموم الناس يعني العرب اللي النطقين باللغة العربية سبحان الله وفي ذات الوقت تلاقي رجل سيس خيل أو إبل من أهلنا الأكارم في مثلا في منطقة سياحية زي منطقة الأهرامات أو كده من دا تلاقيه ما أبعافش يكتب اسمه وتلاقيه عارف ست لغات سبع لغات بروفيشنال السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم أستاذ إسلام أهلاً وسهلاً بحضرتك يا أهلاً وسهلاً كيف حالك يا إسلام؟ الحمد لله كل عاماً أنت بخير أسمعك يا إسلام تفضل ممكن بس سؤال هو لو لوحد مثلاً بياخد علاج منتظم كل يوم أهلاً يعمل إيه في الصيام يعني مزمن مستمر ممتد على مدار الأعوام وأخذ أنت بالك أنا مش هصوم ولكن سبحان الله يعني إيه سأكفر عن كل يوم بإطعامي مسكين طيب إذا كان المرض دا مؤقت مش مزمن مش مستمر حياخد له فترة وينتهي يبقى إن شاء الله لما ربنا يشفيك ويأمون عليك بالشفاء تقضي ما فاتك من صيام رمضان والله أعلى وأعلم كذلكم الله خيراً يا إسلام كنا بتكلم عن ورد القراءة وورد التلاو قلت لكم إن لما الشيطاني واسويس لكن أنت ما تقدرش تفهم القرآن أولاً ذكر نفسك بوعد الله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل مدكر وذكر نفسك أيضاً بالناس يعني سياس الخيل والإبل في المناطق السياحية تلاقي الواحد ما يعرفش يقرأ ولا يكتب ولا يعرف يكتب اسمه تلاقي يتكلم ستة لغات بروفيشنال زي أستاذ في كلية الألسو ما شاء الله دا من إيه بقى؟ من الاحتكاك من الممارسة أنا النهاردة هابدأ أفهم ممكن أحس بسنة صعوبة 100% صعوبة هحاول تاني هحسي 90% ثالث الصعوبة بتنهدم وبتنكسر شيئاً فشيئاً مع إصرارك على فهم القرآن ولا تنسى أن ربك قال وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنِي ويرد القراءة ويرد التدبر طب نصيحة غالية بقى جداً في التعامل مع القرآن صلوا على محمد صلى الله عليه وسلم إيه النصيحة دي بقى؟ القرآن كتاب ليلي يعني كتاب ليلي أنزل بالليل قال الله إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةِ وقال في سورة القدر إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ فالقرآن أنزل بالليل وأفضل الأوقات لتفهمه وتذبره واستشعار لذة آياته تكون بالليل لذلك يقول الله لنبيه وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ أي بالقرآن قال من الليل فتهجد به نافلة لك وقال تعالى في مطلع سورة المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زيد عليه وردت للقرآن ترتيل أمره الله بترتيل القرآن بطمأنينة وتؤادة وحسن قراءة للفهم والتدبر متى؟ في قيام الليل فالقرآن كتاب ليلي أنزل بالليل وأفضل الأوقات لفهمه واستشعار لذة آياته تكون بالليل أيضا عشان كده بقى شوف ابن عباس ويحكي حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال جبريل مع القرآن في رمضان قال ابن عباس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجودا بالخير من الريح المرسلة وكان أجود ما يكون يعني أكثر وأقت يعني يعني يعلو فيه الجود والكرم سبحان الله عند النبي صلى الله عليه وسلم ويزداد في الجود والكرم حين يلقاه جبريل يدارسه القرآن امتى با؟ في كل ليلة من رمضان فأنا بقترح عليك يا غالي بقترح عليك يا أختي نخلي ورد التدبر دا بالليل ورد النهار ورد القراءة أرجع من صلاة الترويح أريع شوية أو متصحر يا قبل الصحور يا بعد الصحور أخذ ورد التدبر دا معايا ورق أو الألم وجنبي مثلا تفسير ميسر زي تفسير العلمة ببكر الجزائرية رحمه الله أيصر التفسير أو التفسير بتاعة الدكتور محمد سيد تنطاوي رحمه الله التفسير الميسر مصحف الأزهر الشريف ويكون جنبي مش فاهم لفظي مش فاهم كلمة أفتح واشوفها خلاص فأفضل الأوقات لتدبري آيات القرآن تكون بالليل لأن القرآن أنزل بالليل كما قال الله وأمر نبيه أن يقرأه وأن يتدبره وأن يتفهمه أيضا بالليل كما قال في سورة الإسراء ومن الليل فتهجت به نافلة لك وقال في مطلع سورة المزمل وردت للقرآن ترتيل فالقرآن كتاب ليلي ولماذا أمر الله تبارك وتعالى عباده بتدبر القرآن في الليل بالذات ليه لأن الخلق ينامون والأصوات تهدأ وتنقطع الشواغل وتنتهي وتجتمع الهمم ويكون الإنسان قد نال قصطا من الراحة فيكون مؤهلا مستعدا ذهنيا ونفسيا وبدنيا لفهم القرآن وتدبر آياته بدون تشويش من الضوضاء الذي يجدوها الإنسان في النهار والجالبة من أصوات الخلق الحاجة الأخيرة رمضان شهر الدعاء ناس كتير ربنا أغناها من الفقر في رمضان بالدعاء ناس كتير ربنا أقلها أحلام كتب تقول عليها مستحيلة بالدعاء في رمضان ناس كتير ربنا شفاها من أمراض مزمنة مستعصية على الطب في رمضان ناس كتير ربنا أكرمها بالزواج في رمضان واحدة بقالها سنين ما بتتزواجش وربنا أكرمها بالدعاء في رمضان بزوج صالح رمضان شهر الدعاء لذلك تلاحظون أن الله تبارك وتعالى أمر بالدعاء لأول مرة في كتابه بآية بين آيات الصيعة فقال الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون سبحان الله وليه آية الدعاء جاءت بين آيات الصيام وهو أول أمر بالدعاء في القرآن كله يأتي بين آيات الصيام ما الحكمة في ذلك أو ما العلة الحكمة أن الصيام يرتقي بالعبد إلى مرتبة الإحسان قال الله إن رحمة الله قريب من المحسنين فإذا ارتقى الإنسان إلى مرتبة الإحسان كان الله قريبا منه بالرحمة وإجابة الدعوة أيضا يقول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة إنما يتقبل الله من المتقين دعا إبراهيم ربنا وتقبل دعاء فقال الله إنما يتقبل الله من المتقين فالصيام يصل بك إلى درجة التقوى إلى مرتبة الإحسان والتقوى والإحسان وأهلانك لقبول الدعاء ويجعلان الله تبارك وتعالى قريبا منك بالرحمة وإجابة الدعوة فألخص هذه الحلقة في عجالة أول حاجة ندرك الغاية من رمضان نستقبل رمضان بالطبع والصغفار والدعاء ورد القرآن ما ننساش الغاية من صيام رمضان أسأل الله تبارك وتعالى أن يصب علينا وعليكم وعلى كل المسلمين الخير صبا صبا اللهم لا تجعل عيش المسلمين كددا كددا اللهم اجعل مصر بلدنا أمنا أمانا سخاء مرخاء وسائر بلاد المسلمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر